نعم صارت السنة غريبة صارت السنة غريبة غريب من يدعو إليها وأغرب منه من يعمل بها فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها وكل ما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس أولاهم الغرباء في آخر الزمان إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى ويصبرون على الغربة بين الناس لأن الذين يخالفونهم كثيرون فهم يعيشون في غربة بين الناس نعم صارت السنة